انفراد عزل رئيس المجلس العلمي المحلي لمدينة سلا تحت هذا العنوان نشر موقع هوية بريس مادة جاء فيها علمت هوية بريس من مصادر علمة قيام وزير الأوقاف وشؤون الإسلامية بعزل رئيس المجلس العلمي المحلي لمدينة سلا عبد السلام الطاهري ولم يمضي على تنصيب الرئيس الجديد سوى 6 أشهر وكان ذلك بتاريخ الأربعاء الثاني دولحجة 1444 الموافق الواحد وعشرين يونيو 2023 بالرباط خلال حفل ترأسه وزير الأوقاف وشؤون الإسلامي أحمد التوفيق حيث تم تنصيب محمد أصبان رئيس للمجلس العلمي الجهوي لجهات الرباط سلا القنيطرة كما تم تنصيبه رؤساء ثلاث مجلس علمية محلية ويتعلق الأمر برؤساء المجلس العلمي المحلية بكل من الرباط العرب المدين وسلا عبد السلام الطاهري والقنيطرة يونس الصباري ولم يعلن بعد رسميا عن أسباب هذا العزل غير أنه بعد شهر من إجراء اختبارات الأهلية يعني بداية شهر يناير 2024 نشرت مواقع إعلامية رسالة منسوبة لحفظة القرآن الكريم بمدينة سلا يشتكون فيها من طريقة تدبير المجلس العلمي المحلي ومندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمستر التأهيل الأئمة حفظة القرآن الكريم بسلا رفعوا تظلمهم إلى الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى وذلك بعد أن سدت في وجوههم الأبواب وقطع أملهم في ولوج سلك القيمين الدنيين بسبب ما وصفوه بتفشي الرشوة التي أصبحت السبيل الأوحد للحصول على مهمة الإمامة أو الأدان حسب ما جاء في نص الشكاية وأشرت الشكاية إلى أن آخر اختبار للتأهيل بالمجلس العلمي المحلي بسلا حيث برز فيه اتفاق صريح بين رئيس المجلس العلمي والمندوبة الإقليمي بخصوص مسجد بمنطقة سهول في مهمتي الإمامة والأدان الذي نجح فيه أحد الأشخاص في المهمتين معا مع أنه لا يحفظ القرآن الكريم وغير مؤهل للقيام بهاتين المهمتين لا معرفيا ولا أخلاقيا وتزعم الشكاية أن هذا الشخص قدم رشوة وصلت لسبعين ألف درهم حسب ما صرح به لبعض المقربين منه للظفر بذلك المنصب وأنا رئيس المجلس العلمي أصر على دخول لجنة الاختبار في نفس التوقيت الذي دخل فيه المعني بالأمر وهو من تولى طرح الأسئلة عليه حتى لا ينكشف عدم حفظه للقرآن الكريم أمام اللجنة قبل أي أموره بعد ذلك بالخروج بعد أن أخبروا أن هناك دروسا تكوينية ستعقد بالمجلس وعلي الحضر إليها وأضفت الشكاية حسب المصادر الإعلامية ذاتها أن هناك أسمان أخرى حصلت على مهمة الإمامة أو الأذان بالطريقة نفسها وعن طريق صماسر معروفين وأن هناك من الأئمة من سكنوا في سكن المسجد ويمارسون مهامهم قبل إجراء اختبار التأهيل وتجدر الإشارة في الأخير حسب الخبر إلى أن لجنة تحقيق تكونت للنظر في قضية الإمام غير المؤهل الذي ذكرته الشكاية وربما تكون نتائج تحقيقها وراء هذا العزن